مبارح كان فيه مداخلة جدا مهمة جدا للأسطورة المعلم كابتن حسن شحاد هو قليل الظهور جدا وكان ضيف على الهاتف مع صديق العزيز هاني حتحط وانا وقفت عند حاجتين مهمين قالهم أسطورة كرة القدم المصرية كابتن حسن شحاد أول حاجة قال إنه لم يطلب منه في أي لحظة من اللحظات التعاون في الكرة المصرية مش كمدير فني التعاون برأي بخبراته بأراءه بأفكاره وقال إنه هم الزعلان من ده إحنا نزعل لما يبقى عندك حسن شحادة حي يرزق ربنا يا ربي يديله الصحة وطولة العمر وما نقدرش نستفيد منه ولو حتى بمشورة تبقى في حاجة غلط تبقى في حاجة مش منطقية تبقى في حاجة مش مفهومة هجماعة أساطير دول عندنا مش بيجوا كل يوم بالكوم ده هم على صوابع الإيد الواحدة ومش هيكملوا كمان فعندك أسطورة زي حسن شحادة ما تستفيدش منه يبقى دي حاجة غلطة كبيرة وإحنا اللي نزعل مش هو اللي يزعل هو مش خصرنا حاجة هو كيف هي أسطورة صح نزعل إنه كابتن حسن شحادة معنا مش هفين نستفيد منه بأي حاجة مش بكلم إنه لازم يقوم مدير فن أبقى نستفيد منه في الكرة المصرية بشكل عام وإن كان كان مدير فن طبعاً كابتن حسن شحادة قال قال حاجة تانية بقى كابتن حسن شحادة وأنا هتناقش فيها مع حضراتكم مش عشان الكابتن حسن شحادة اللي قالها بس عشان فيه ناس كتيرة بتقولها تحدث عن فكرة إنه محمد صلاح ربما يكون هو اللي اختار المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر قال له سكيروش ربما يكون هو اللي اختار أو شارك في الاختيار وإن ده ما ينفعش اللاعب هو اللي اختار المدرب وخلافه بص بقى اسمها القصة دي عشان دي قصة مهمة وربما تكون مختلفة شوية عن أفكاركم وعن أفكار الكابتن حسن شحادة اللي هي أكيد أفكار حسن مننا كلنا في الكورة يعني طبعاً عشان هو قسطورة الأساطير بس الكابتن حسن شحادة لما قال الجملة دي قالها بمنطق القائد الكبير كابتن حسن شحادة فهو عايز لما ييجي المدرب ما يكونش اللاعب اللي مختاره عشان اللاعب ما يمشيش عليه أموره فهو بيفكر بالتفكير ده الطريقة الطبيعية المنطقية فرأيه مقدر وما ينفعش تلع عليه غلط بس فيه زاوية أخرى من الرأي ده زاوية أخرى ممكن نتكلم فيها أولاً حتى ولو فرضاً محمد صلاح شارك بالرأي في اختيار كالوس كيروش المدير الفني الأصبك لمنتخب مصر فأنا لا أمانع هذا الأمر لكذا سبب أولهم أنه أكيد محمد صلاح لو اختار كالوس كيروش فهو ما بيختاروش عشان يلعبه مثلاً ما أنا كده كده هلعب ما أنا كده كده هلعب ما عمدرب اخترته أو ما اخترتوش أو شاركت باختياره أو لا أنا محمد صلاح موطبية هلعب فأكيد هو ما بيعملش كده عشان بيقول مثلاً ايه المدرب ده لو جيه غالباً هلعب ما فيش هيلعب طيب حاجة تانية هل لو محمد صلاح اختار كالوس كيروش مثلاً هينفذ تعليمات بمزاجه في الملعب ولا هينفذ تعليمات المدرب برضو برضو غصباً عن أي لعب هيتطر ينفذ تعليمات المدرب عشان هو منظومة له أدوار فيها فلازم ينفذها بصراح يا محمد صراح حتى لو عمل ايه هينجح يا هيعرف يلعب يعني حاجة التالتة ودي بقى هي الأهم هي الخلاصة بتاعت كل ده هو احنا عندنا كان محمد صراح في حياتنا في الكورة هو عندنا كان محمد صراح في حياتنا في الكورة محمد صراح اللي هو ايه؟ مش اللاعب الراجل الأسطورة العالمية اللي ممكن نستفيد منها في حيات كتير في اختيار مدربين بالمناسبة مش عيب ميس بيعمل كده في الارجنطين في اختيار مدربين في اختيار لاعبين معلش أنا آسف لما ببالك وانت ممكن تتسدم بس هو اللي شايفه محمد صراح يعني محمد صراح ما ايه اختار مدرب يعني لو جمنا محمد صراح اللي هو اختار مدرب منتخم مصر هو يختار أحلى يعني هو اللي هيختار أحسن أو هيعرف يختار أحسن ولا مع كامل الاحترام مع كامل الاحترام لمجلس دارة اتحاد الكورة واتفكر كده بقى في الاسباب راحتك يعني مين هيختار أحسن مين يعني بقى أي منطق ليه بقى مش عشان حاجة برضو مش عشان هو رجل بيحق بطرات بره فخلاص يبقى هو اللي يختار مش بيحق بطرات ولا الإنجازات لأ احتكاكاته بره شاف المدربين بيدربوا ازاي الكبار المدربين الكبار مدربين الكبار قوي يعني شاف الملاعب بتبقى عاملة ازاي نستشيره الملاعب بتبقى بتاعتنا عاملة ازاي شاف قطاعات الناشئين بيشتغلوا فيها ازاي نستشيره هو اللي برة هو اللي شايف اتعامل معانه هو مستشارك ما هو انت ام تتخاف منه وتاخد رأيه لو انت خدت رأيه وصدر رأي ده خد منك حتة زيادة هو محمد صلاح مستني ياخد مننا حتة زيادة أكيد لأ مش منطق يعني نحن اللي عايزين ناخد منه كل حاجة زيادة فاحنا مفروض أصلا محمد صلاح نستفيد منه أكبر من كده بكتير نحن مش عارفين نستفيد منه نحن متعامل مع محمد صلاح انه هو مجرد لعب زي اي لعب من حضاش اللي موجودين وعايزينه ينزل يسجل هدف وروح بلدك تاني اللي يعني والبادل بيلعب فيها انجلترا لأ تعالي بقى قولينا بتعمله ايه في اوروبة قولي كده التدريبات بتعمله ازاي قولي اللعبة بتنام امتى وبتسح امتى قولي كده اللعبة بتاكل امتى وبتشرب امتى قولي المدربين بيشتغلوا ازاي مع فرقهم قولي الملاعب هناك بتبقى عاملة ازاي قولي كده المسابقات هناك عاملة ازاي تعالوا مع انه هو مستشارك مش مجرد لعب عشان بس الجملة دي هي بتتقال كتير وبتتقال بالمناسبة بالمنطق اللي هو ايه وده اللي خليك كابتن الاسطورة كابتن حاش حتى يقول كده انه مثلا لو فيه لعب بيلعب في الاهل والزمالك اختار مدرب لا غلط طبعا هتقول ليه هقولك عشان عنده مصلحة قصة اللعب ده عادي ده لعب عادي حتى لو لعب كبير في السنة او في التاريخ بس هو ممكن يقضع الدكة بسهولة لكن هو مين افضل من محمد صلاح عندنا مين يعني ده هو اصلا الراجل بفارق خمس ست سبع درجات عن اقرب لعب ليه في منتخم مصر دي حاجة واضحة يعني مش حاجة تقليم متل باقي يعني بس ده محمد صلاح هو احد اهم اللاعبين في العالم مش في مصر